مهمة جداً اللي هي القطاعات كل حصة قطاع وده حل مهم شغال في الجديد معك براحطي ويوم الجمعة بحل معك كل حصة قطاع هنفرم الدنيا تعان شوف التركيب وركز في الفكر دي وتعلم إذا تفكر تلت دقيقة بالزبط وهخلص حص نهاردة فالجاي مهم بص معك أول حاجة لطلابي والناس الأسكال اللي بيشوفوني لما يجي لك قطاع ما تقراش المطلوب الأول اقرأ القطاع الأول ايفهم منه تعان شوف كده إيه ده ثلاثية الفصوص تفكرك بإيه ده ثلاثة هيكالي كامبري آه ده عصر كامبري طب وده حجر جيري طفل حجر رملي إيه الخط المتعرك ده ده سطح عدم توافق حتى لو ما قالش آه ما هو خط المتعرك ده ده سطح عدم توافق طب ده أفق مع أفق يبقى على طول سطح عدم توافق ايه ها متقاطع طب والله عرفت إيه ده ده عرق قطع للطبقات اهو آه ده فيه شورة كده يبقى اللي حواليها تأثر بالحرارة يبقى كده هيحصل تحول تمام أسماك بدائية إيه السمك ده ده هنشويه لا ده هنعرف بيه الحل السمك ده علشان يقولك أسماك بدائية كده في السلوري سمك فوعاء أول الأسماك البدائية الله يبقى انت شفت السمك في ثلاث حاجات أسماك بدائية ده في السلوري أسماك أو سيادة الأسماك ده في الديفوني اللي بعده أسماك عظمية ده في التبشيري أسماك ما شوية ده في البيت عندك طيب سمي الله سلسلة الفصوص تعال بقى نشوف خلاص يبقى احنا كده صنفنا الدنيا تعال نشوف صنف اقدم السخور في القطاع اقدم صخري ببل تحت طب نوع ايه ده حجر جيري طب صنفه عندك في الباب التالت افهم معايا القطاعات دي شاملة لأبواب كلها الحجر الجيري كان عندك اتنين حجر جيري كيميائي وحجر جيري بايو كيميائي طب مين لي فيه حفريات على طول حجر جيري بايو كيميائي يبقى صنفهم الاول رسوب اتعلم التصنيف لما يقول له صنف الصخر تجيبوا الاول من العيلة هو ناري ولا رسوبي ولا متحول وبعدك اتقسموا اول حاجة رسوبي ها كيميائي خلص سوري ده رسوبي عضوي عشان في حفريات يبقى رسوبي عضوي او بايو كيميائي خلصت ما نوع النباتات المتوقع وجودها في الطبقات العليا من القطاع الطبقات العليا ده النبات اللي فيه هو سمك في وعاء كان سمك يفكرك في اسماك وفي وعاء نبات وعائية يبقى بداية الاسماك او في عصر السلوري كان النبات اللي فيه النباتات الوعائية افهم ازاي تفكر ثم اسكر اسم العصر والحقبة العصر والسلوري حقبة الحياء القديمة ما تأثير العرق الناري على الصخور المجاورة قلنا من قطاع بتاع الحصة اللي فاتت بان كل حصة بحل قطاع قلنا يا باشا ما عليك طالما ما تأثير عرق ناري يبقى يضحرر لجنبه فيحوله تعال نشوف على الصخور المجاورة حجر جيري يتحول الى رخام الطفل يتحول الى اردواز حجر راملي كوارتزايت خلصت ما تأثير تدخل ناري على الحفريات المتعودة يشوهها يحدثتها تشوه او تكسير نتيجة التحول توقع اسم الصخر ده سؤال الحلو قوي اسم الصخر المكون للعرق الناري قاعدي في القطاع بيقولك ده قاعدي ماشي وده عرق يبقى جو فيه ولا سطحي ولا متداخل 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 وقاعدي يبقى على طول صخر الدولورايت اللي ملسه مش عارف ازاي انا بجيب الصخر كده بسهولة والتركيب المعدني خمس صفحات من ارخم خمس صفحات الباب الثالث عندك هتلاقوهم في حصة او شروح مع الموقع في اغنية سهلة وجميلة ورابطهم ودينا لازاي خالص ارجع لهم وشوفهم فاخر حاجة هنا اسم الصخر المكون للعرق القاعدي ده متداخل وقاعدي يبقى على طول ده مين دولي رايت الحيث دي مهمة لما تلاقي كده عندك بقى ها دي قبة او دوم او لسه واخدينها او حوض اللي هي اشكال الطيات اللي هي اللي هي فوق بعضها لما تلاقي من الاخر دايرة ومكسورة اللي هي قبة او حوض مكسور يبقى على طول ده فلق زوحركة افقية لا طلح فوق ولا نزل تحت يبقى ده على طول فلق ايه زوحركة افقية طب ده نفس القصة ده اللي جات ستنى اللي فاتت ها للنظام القديم ده فلق زوحركة افقية بيقولك ايه ما احدث الطيه ولا الفالق احدث افهم معاي احدث يعني جي في الاخر اللي هو القاطع احدث بالمقطوع الطيه اتكونت وبعد كده الفالق اطحة يبقى الفالق هو احدث اخر حاجة برضو ده جالس سنة اللي فاتت منوع التركيب واحد واحد ده امسك طبقة واضحة دي مثلا اللي هي السودة دي ده سفلي ده علوي فالق معكوس اتنين اتنين ده خط هوت وفي طبقات ميلة سطح عدم توفق زاوي القصة ادي السودة واضي البيضة ميلة دول ميلين يا جماعة تحت واللي فوق وفقية فده عدم توفق برضو زاوي اتنين زاوي في قطاع واحد اه جابها لك اهو فما تستغربش انا كده خلصت حصة النهاردة رقم واحد حصة الجمعة حل بنك معرفة حل قديم في كل حصة عندي قطاعات رقم اتنين لو عندك مشكلة في القطاعات اجري على الويب سايت او الموقع بتاعك او اليوتيوب هتلاقي في حصة اسمها اخيرا حصة القطاعات فارن فيها كل حاجة ربنا يسر امركم يسعد لبكم حا احلامكم يفرجوا همكم هشوفكم الحصة الجاية في محاضرة السبت وهنكمل باب رابع واللي جاي سهل بس مهم وهنقضوا بطريقة بسيطة وطرقها لزيزة زاكروا كويس بحبكم كلكم واصق فيكم شوفكم الحصة الجاية على خير مع السلامة